أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا الجمعة عن حالة كوارثة وطنية بسبب أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد منذ أشهر وأشر راما فوزا في خطاب له إلى أن بلاده تعاني منذ أشهر من نقص في الكهرباء ما ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد وبحياة المواطنين مبرزا بأن الإعلان عن حالة كوارثة وطنية سوف يتيح للحكومة اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة مشكلات سلاسل الإمداد الآن تطورت الأزمة بشكل تدريجي لتؤثر على كل جزء من المجتمع يجب أن نعمل على تقليل تأثير الأزمة على المزارعين والشركات الصغيرة والبنية التحتية للمياه وشبكة النقل وعدد من المجالات والمرافق الأخرى التي تدعم حياة شعبنا ستمكننا حالة الكوارث من توفير تدابير العملية التي نحتاج إلى اتخاذها لدعم الأعمال التجارية وعدد من الشركات على سبيل المثال في إنتاج الأغذية والتخزين وسلاسل التوريد بالتجزئة بما في ذلك إنتاج مولدات الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية وإمدادات الطاقة غير المنقطعة